كي نرتقي بين الأمم اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم اقرأ بفهم واستزئ كي نرتقي بين الأمم اقرأ 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 شهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتميز اقرأ الحلقات الماضية او الحصص الماضية تعرفنا على حرف الالف والباقي والتاقي والساقي والجيم والحاقي والخاء والدالي والزالي والراء والزاي وقفنا عندي الزاي واحتى ما نقول لك ايه الزاي دي الزاي يقول لي لا 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 اسمه حرف مجزين اسمه زاي زاي تمام كده قبل ما نبدأ يعني احنا غيرنا النظام بدلا ما نخلي الفيديو في الآخر لا هنخليه في الأول هنشوف بنوتة من بناتنا الحلوين المقطاطين اسيل محمد ايه المضحك اسيل محمد في فيديو ليها بتعرفنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة للحروف الماضية استاذ المخرجنا شوف الفيديو إجرى 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 فتحة ألف إسرائيب ألف دمعه أبي بور فتحة تا با تصريب با دمعه بابي بور تا فتحة تا تصريب تا دمعه تا تي بور سال فتحة سا تصريب سال دمعه سور سا سي سور جي متحت جا جي مت która تا sul جي مدرجو جي مدرجو حا فتحة حا حا تصريب حا في او حا فتحة حا حا تصريب ها دمعه، ها دمعه ده فتح ده، ده تسرده ده دمعه، ده دي جو ده فتح ده، ده تسرده ده دمعه دو ده دي جو زال 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 قصر زي زال بمع دو را فتح را را قصر ري را بمع دو را ري رو اقرأ 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 مشاهدين يا كرام وارجعنا لكم من الفيديو القصير للطفلة اسيل محمد قالت لنا او عرفت لنا حركات القصيرة والطويلة من حرف الالف حتى حرف الرأ بقول كرر تاني لأولياء الامور اقول لهم اهم حاجة الحركات الحركات وكذلك السكون الحروف المتحركة زي ما احنا عارفين هي بتتنطق لوحدها لو في بعدها مد او في بعدها سكون تتنطق مع اللي قدامها او مع الحرف اللي قبلها يعني عشان نركز والحركات دي هي اللي هتعلمنا ازاي ننطق لما تجي تملي ابنك او بنتك لابد يعني خدهم واحدة واحدة ما ترحش تقول له محمد محسن هو اصلا ماخدش الشدة ومش عارف يعني اسكون لا واحدة واحدة زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت تمام زي مثلا 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 يعني سر بو تقول له سين كسرة سي رأساكنة بتنطقش لوحدها يبقى سر بأضم بو يبقى سر بو تستهجها بالطرقة دي تملها له بالطرقة دي الفترة الاولى يعني لحد ما خلاص الحروف بعد كده ما انتهم الحروف يعمل قل له بقى محسن براحتك قل له كتابه قل له اي حاجة لا الفترة الاولى لابد يتملى بالطرقة دي عشان فيه لأسف الشديد بعض زميلنا وبعض اوليها الامور لما يجي مال ابنه ابنه مش عارفش يتملى وهو اصلا يقول له ايه كتابه مدراسته لابن يعني واحدة واحدة على الطفل الفيديوهات يا حضرات انتم يعني المراضي ومش هالفيديو واحد يوصل لي الفيديوهات بتاعت الأطفال ابعتوا اي فيديوهات مش عارفين ان ابعتوا يعني حتى الحركات ان شاء الله حتى انشاد القرآن اي حاجة عشان الأطفال يتحمسوا وما ينسوش يتفرجوا على البرنامج وعشان ما ينسوش اللي يتعلموه في المدرسة في وقت الحضر ده وشكلها الموضوع حيطول شوية بالنسبة للمدرسة طيب النهاردة هنروح للصبورة انا سأزم مخرجنا الكريم طبعا الاستاذ محمد عزت افضل شيء فيه ان هو متفاعل معايا دايما بيحسسني ان فعلا في حصة فعلا حلو كده هم تاني فيعني ماشي بص مشاهدين الكرام احنا النهاردة اسس ابنك صح 15 ده سلسلة ماشي برنامج اسمه اقرأ للي ما يعرفش احنا يعني يتواصل اي حد يتواصل معايا على زيره 1021 23 23 ده واتساب اي سؤال بالنسبة للتأسيس بالنسبة للتأسيس قراءة وكتابة تمام كده تمام احنا نراجع سريعا احنا خلاص شفنا المراجعة احنا نهاردة هناخد حرف السين اسمه ايه سين مثين ولا صين لا سين افتح بقى كويس سين سين من الحروف المرقاقة تمام سين واحد يقول لي اهو شوف تعالوا ادي السينة هي ادي بص نكتبها بقى نتعلم كتابتها الاول كده تعالوا كده شوفوا معايا بصوا حبيبي فيه ناس بتعملها افضل طريقة يا جماعة اعمل كأنها دال كده حلو كده وسنة صغيرة شوفوا جنبها واتطول شوية دال وسنة صغيرة جنبها حلو كده ايه ايه ماشي 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 ادي الدال اهي وادي السنة بقى كده ولا لا يا سنون محمد ما هو معايا يخليكم معايا يا جماعة ادي الدال ماشي وادي سنة صغيرة معاها اهيه اعتقد ان مش هزيصر على شاشة اكبر شوية بقى ادي الدال وادي سنة بتاعتها اهيه فيه ثلاث سنون للسين تمام شوفوا ادي الدال تبدأ بيدال كده وسنة صغيرة وتسيب مسافة كده يا حبيبي مسافة ادي دي مرتين تعالوا كده اهو واعمل الكاسة بتاعتها كده بصوا ادي سنة كأنها دال وادي سنة صغيرة جنبها ماشي والسنة اللي بعدها بعدها بمرحلتين يعني دي ادي دي مرتين السين بتكتب كده تاني هو معايا تانية استاذ محمد اهو ادي الدال اهيه تمام ودي السنة الصغيرة اهيه حلو كده و ادي الكاسة بتاعتها سنة التالتين ده السين السين يا جماعة ما عليهاش نقط الشين اللي عليها نقط الشين شبهش اهو ده سين و ادي هدي شين اهيه ادي السين اهيه و ادي الشين اهيه دي من غير نقط و دي بنقط عشان اه اطفالنا يركزوا السين من غير نقط الشين اللي احنا نقوتها المرة الجاية ان شاء الله و تعالى بثلت نقط فوقها تمام كده ادي السين عشان اكتبها اهيه تاني اهو السين بقى السين منفردة اهيه تعالوا بصوا لي كده ادي السين منفردة اهيه ادي سيشوفوا دال اهيه دال وسنة اهيه و ادي اي رأيكم في الفكرة ظريفة بصوا تاني دال اهيه دال اهيه و ادي سنة جنبها اهيه يلا يؤلاء الامور يلا اهيه وبعدها نسيب مسافة ادي دي مرتين عشان يؤلاء الامور يركزوا معايا اهيه و انزل بالكاسة بتاعتها اهيه اهيه ادي السين تمام يا حضرات طيب عايزين نشوف السين يا حضرات ده في كراسة شكل الحرف نطلع كراسة شكل الحرف و نكتب الكلام ده حبيبي الاطفال يلا حبيبي تمام ده في صفحة اللي عليمين في صفحة الايه اللي عليمين الصفحة العشمال بقى تعالوا نشوف كده السين فاول الكلمة اهو تعالوا بصوا لي كده حبيبي يا حلون يلا اهو ادي السين فاول الكلمة اهو السين فاول الكلمة حضراتي طيب السين فاول الكلمة السين مش رفاصة السين مش ايه مش رفاصة ما بترفص اللي بعدها تعالوا نشوف كده مثال عليها كده يلا كده حد يقول لي كده يلا مين شطور برافو عليك تمام ساميرو برافو عليك ايوة كده ادي السين فاول الكلمة اهيه مسكة في اللي وراها اهو يا حضرات شوفوا السين عشان تعرفت بتبقى كويس اهيه السين سين فتحة سا بعدها مادة بالالف سا بمكسرة مي يبقى سا مي رأضم رو ادي السين فاول الكلمة سين فاول الكلمة اهيه مسكة في الحرف اللي وراها مش حرف رفاصة تمام يا حضرات طيب السين يا استاذ فاصة الكلمة اهو يا حضرات شوفوا اعملوا معايا كده هو سنة كده عشان تمسك في اللي قدامها تمام؟ حرف السنة في وسط الكلمة بيمسك في اللي قدامه وقادي الدالة هين زي ما قلنا وقادي السنة الثالثة هين تعالوا شوفوا وقادي الثالثة هين قادي السنة فين؟ السنة في وسط الكلمة زي ايه كده يا أستاذ محمد؟ هم؟ زي ايه؟ ايه؟ هل نم تاني أولي؟ لأ أنا عاوزي لنحص المراضي حصة كويسة مش ذات تفسس وليد تمام؟ يلا آيو تمام كده؟ سنة في وسط الكلمة زي ايه كده يا تامور؟ هم؟ برافو عليك ممو اسمار الله ينور عليك يا حبيب والديك هم؟ 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 صح برافو عليك هم؟ طبعا أكيد يعني ماشي؟ هم؟ شوفوا السنة؟ شوف السنة في وسط الكلمة؟ أهو أهو يلا آدي السنة في وسط الكلمة مسكة في اللي قدامها واللي وراها تمام كده طب بس ما تفضلش تقول لي اللي أستاذ محسن قال السنة في وسط الكلمة مسكة في اللي قدامها واللي وراها لا طب لو سبق السنة حرف رفاص وهي وفاص الكلمة برضو عيط؟ أو لا أه؟ مش هكتبها اللي أستاذ محسن ما قال ليش؟ لا طبعا أستاذ محسن مش ممكن ينفوت لك الحاجة دي تعالوا نشوف كده كلمة كده سين فواسط الكلمة كده يا الله يا الله سين فواسط الكلمة ولو سباها حرف رفوص يا الله تنمور ألف همزة فتحة أ أر هذه السينة هيه شوفوا سين فواسط الكلمة ولو سباها حرف رفوص الله ينور عليك يا حبيب والديك أهو بصوا حبيبي ألف همزة فتحة رأساكنة أر سن ضم سو أر سو هذه السينة هيه في وسط الكلمة برضو عادية بس لو سبق حرف رفاص أعملي ألزأها زي اللي فوق دي لا لو سبق السين في وسط الكلمة حرف رفاص بطور الرأس رفاصة السينة هي أر سو مو ألف همزة فتحة أ رأساكنة أر سن ضم سو أر سو ميم ضم مو يبقى أر سو مو تمام كده تاب السين يا أستاذ في آخر الكلمة شكلها إيه يلا يا طمو أدي السين مين معايا إيه ده معايا محمد عزة طبعا رائعة أستاذ محمد عزة أيوة كده دايما متفاعل معايا ماشي عشان حلقة تطلع مصبوطة أدي السين في آخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص زي إيه كده يلا يلا برضو لا ركز شوية يا تامر ركز يلا السين فاخر الكلمة هو يلا الله ينور عليك أستاذ محمد عزة متقلق النهاردة تعالوا نشوف كده أهو ماشي لدرجة دي ماشي بوص حبيبي أدي السينة هي السين في آخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص تعالوا نشوفوا أهي أهي شوفوا عاملة ازاي شم سو أدي السينة هي السين بقى خلوكم معي شوية يا حضرات بقى عشان أركز أيوة أدي السينة هي في آخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص ما سكت في اللي قدامها طيب ماشيين فتحة شاء ميم ساكنة الله ينور عليك صح كده لابد الحرف الساكن يتنطق مع اللي قدامه شم سين ضم سو يبقى شم سو شم سو برابو عليك يا حبيب والديك طيب السين بقى السين يا حضرات لو في آخر الكلمة وسبقه حرف رفاص نعيط ونقول لا لا طبعا برضو نكتبها عادي ونشوف اللي سوز محسن بكتبها ازاي تعالوا نشوف كده حبيبها حلوين أدي السينة هي في آخر الكلمة ولو سبقه حرف رفاص بص بصوا أهو أهو يا حضرات أدي السينة يا حضرات السينة هي لو سبقه حرف رفاص زي ايه كده الله ينور عليك هادي شاطر برافو عليك يا تنمور ايوة كده انت والأستاذ محمد عمين دوت رائع تمام كده الأستاذ وليد كده ممكن يغير سواء من الحلقة علشان يتفاعل معايا تمام كده يلا حضرات أدي السينة هي لو سبقه حرف رفاص أهو يا حبيب يا حلوين مقططين الراء من حروف الرفاصة رفاصة السينة في الآخر يبقى الحاء فتحة حاء بعدها مادة بالألف حاء راء كسر ري يبقى حاء ري سين ضم سو يبقى حاء ري سو تمام كده تعرفنا على شكل حرف السين بكتب ازاي وهو شبه الشين يا حضرات ماشي بس الشين علىها ثلاث نقاط تعرفنا على حرف السين في أول الكلمة زي ساميرو تعرفنا على السين في وسط الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص زي ميس مارو ولو سبقه حرف رفاص أر سو مو ياريت نتفاعل مع بعضنا كده وناخد بالنا من حصة حضرات احنا مش جايين هنا لحصة نلعب مش جايين لحصة نلعب هنا جايين من آخر الدنيا عشان نتعلم شوي والله وانا بستفيد منكم والله بجد يعني مش انا بس بلقي الحاجة المعلومة لا انا بستفيد انا كمان تمام كده حضرات والسين في أخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص زي شم سو ودي السين لو سبقه حرف رفاص في أخر الكلمة حاري سو ده كراس شكل الحرف نكتب اللي على الصبور يا حضرات اوليق الامور يتابعوا جيدا والحاجات دي تتملأ يا جماعة املأ يوميا على الله عشان الطفل ما ينساش الحاجة دي ايه يا عم في ماشي تمام كده كتبتوا حبايب يا حلوين خلاص كده اقف الكراس للشكل الحرف عشان نبدأ في صوت الحرف يلا حبايب يا حلوين الباشواندس علي فين مش باين حلو كده ليه بقى انا تعمدت ان قلت الباشواندس علي لي ما سألتنيش ايوه ليه بقى اللي استاذ علي متخيل يعني ان انا اكبر منه بكتير ماشي واهم انا لسه اصلا نعيد تمام كده ايه كده حضرات فطبعا اللي استاذ محمد الشاهد كمان يعني بيحب بيحب يتفاعل ماشي يلا كده حبايب يا حلوين استاذ محمد الشاهد لابد لابد يا استاذ محمد الشاهد استاذ محمد الشاهد مدوري للستوديو بيعلق على حاجة كده فانا عاوز اقول له حاجة ان احنا في هنا اعاوز احسس ان الطفل احنا مش متانشنين مش متانشنين يا جماعة احنا منضحك مع الطفل عادي خلص نهائي نبقى مبتسمين معه كمان منضحك ونهذر صح ولا شاطور يا استاذ محمد ايوة كده انا عايزك دايما تسمع الكلام كده يلا حبايب يا حلوين يلا حبايب يا حلوين مطاطين خلاص بقى يا استاذ محمد عاوزيننا نخلص الحصة ماشي طيب احنا كده تعرفنا على شكل حرف السين شكل حرف السين تعرفنا عليه عاوزين بقى نسمع صوت حرف السين نعمل ايه ازغزغه لا طبعا مش هنزغزغ ونضربه لا بالحركات القصيرة والحركات الطويلة تعالوا تفرج عليها كده ادي سين فتحة شطور ايوة كده سين فتحة سا بصص انا عاوزك تفتح بقك وانت بتنطع الحرف المفتوح وخاصة السين عشان محرف مرقق سا ما ينفعش تقول سا كده لا اوعد بقى وزي انت بتنطعه ابتسم وانت بتنطعه محمد يا شاه ابتسم سين 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 فتحة سا سين فتحة سا 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 سين فتحة سا تمام طب سين كسرة سين كسرة سي سين كسرة سي فكي بتكسر شوية يعني بتخفض شوية ماشي عشان كده الخفض دم سميه كسر سين كسرة سي سين كسرة سي وركزوا يا جماعة عشان السين ما تدخلش في الثاء ولا الصاد ركزوا في حتة دي السين ما تدخلش في الثاء ولا الصاد اللي هي مفخمة ولا الثاء اللي هي لثوية اللي بطالة طرف اللي سان فيها دي اسمها سين 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 تمام كده؟ سين فتحة ساء سين كسرة سين سين ضمة سين ضمة يلا يا تنمور يلا سين فتحة ساء سين كسرة سي سين ضمة سو سا سي سو سا سي سو تبعوزين مثال يا أستاذ على السين المفتوحة يلا كده حد يقول لي كده كلمة فيها سين مفتوحة يلا تمام سين فتحة لا ساحر بعدها مد بالألفة محمد يعب السلام ماجي؟ سين فتحة ساء حركة قصيرة الفتحة والكسرة والضمة اسمها حركات قصيرة لسا ما خدناش الحركات الطويلة سين فتحة ساء جين فتحة جاء ساء جاء دالفتحة داء يبقى يلا قل معي سين فتحة ساء جين فتحة جاء ساء جاء دالفتحة داء يبقى ساء جاء داء برافو عليك يا حبيب والدك هذه السينة هي السين المفتوحة هي طيب في مثال آخر حد يقدر يقول لي مثال ثاني في سين مفتوحة حد معايا ساحرة ماشي شطور يا تنمور أيها كده هذه السينة هي شطور آه هي سين فتحة سا ح فتحة ح سا ح را تمام كده هذه السينة المفتوحة هي ماشي شفنا تمام كده سين كسرة سين كسرة سين عايزين مثال كده يا أستاذ تامر يا أستاذ محمد الشاهد يا أستاذ محمد عزت عايزين مثال على السين المكسورة كده حد يقول لي كده يلا يلا يا سين محمد منصور هم ايه مش حدي معايا خالص أستاذ مصر ولي سيجارة ماشي لا بص يا تامر لا أعود أقول لك معلومة أنت برفو عليك قلت سكين بس الطفل لسه ما خدش الشدة ما بدهش كلمات فيها شدة ولا فيها آلف و لام لسه ما خدهش الشدة فقول له سكين مش هيعرف يكتب الكاف دي تمام كده عشان مشددة مناكس برضه حتى أوليها الأمور والمدرسين زمانينا ياخدوا بالهم من حتة دي ما يديش الطفل كلمات فيها شدة قبل ما ياخد الشدة تمام يا تامور عشان ابنك تمام يلا نعم سيماهم يا أستاذ محمد يا عزة فيها مد السين بعدها مد بلياء تمام كده يلا يلا بصوا حبيبي شوفوا هذه السينة هي كسرة هي ها لا 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 سين كسرة سي سين كسرة سي شوفوا الحتة دي رأس ساكنة رأس ساكنة سر رأس ساكنة يبقى ما تتطعش لوحدها الرأس ساكنة يبقى سر بأضم بو يبقى هنا حبيبي حلوين سين كسرة هي سين كسرة هي سي سي رأس ساكنة ما بتتطعش لوحدها يبقى نخطهم الاثنين مع بعض يلا سر الله ينور عليك بأضم بو يبقى سر بو شوف بأقف عليها ازاي سر مفيش هوا سكون يبقى سر بو طيب يا حبيبي حلوين السين المضمومة بقى عاوزين مثال عليها كده يلا يلا حبيبي هم هم الله ينور عليك يا حبيب والديك هذه السين ضمه سين ضمه سو وبعدها رأ ضم رو الرأي تمدد بالواو يبقى سرو رأ ضم رو برابو عليك يا تنمور يا محمد يا عزة اللي قصوات متشابهة معليش يا سيد محمد عزة سين ضمه سو سين ضمه سو سو ايه ضمه سمه ضمه ليه؟ عشان بضم بقي وانا بنطي الحرف شوفوا شوفوا اهو سو 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 بضم بقي وانا بنطي الحرف سو رأى ضمه رو الرأى تمدد بالواو يبقى سرو رأى ضمه رو سرو رو دي كده تعرفنا على الحركات القصيرة سين فتحة سا سين كسرة سي سين ضمه سو وخذنا امثلة عليها تعالوا بقى نشوفوا ايه الحركات دي حركات قصيرة لحركات الطويلة بقى يلا السين فتحة دي حبيبي يا حلوين سين فتحة حركة قصيرة عايزيني مدها نمدها بايه برافو عليك نمدها بالخارزانة نايش لما اطلع لك انا هديخ خارزانة ان شاء الله ايه دي هيا حبيبي يا حلوين ها يلا بصوا حبيبي يا حلوين يام أطأطين ولا شفتوا ريحة الأطأطة النهاردة يكون ترول ماشي سين فتحة عشان امدها يا حضرات مد طبيعه نمدها بالألف الفتحة بتحب يمد بالألف الفتحة بتحب يمد بالألف ومد بالألف بيحب الفتحة وان شاء الله يعني ايه هيكتبوا كتابهم قريب ان شاء الله تمام كده سين فتحة سا بعدها مد بالألف سا ولابد يا حضرات وليل أمر وكمان زميلنا كمان يخلوا العليمين كده في كراسة صوت الحرف حركات القصيرة وعلى الشمال كده في الكراسة الحركات الطويلة عشان يقارن الطفلي بشايفه قدامه لاتنين حركة القصيرة والحركة الطويلة تمام سين فتحة سا بعدها مد بالألف سا تمام تاب سين كاسرة يا حضرات سين كاسرة سي عايزين نمدها نمدها بالأي نمدها بالألف بالياء برافو عليك يا حبيب والديك أيوة كده نمدها بالإي بالياء تمام كده اهي سين بعدها مد بالألف سا سين بعدها مد بالياء سي طيب طيب يا حضرات لو عايزين الحركة القصيرة اللي هي الضمة عايزين نمدها نعمل فيها إي نمدها على رجليها لا طبعا تعالي شوفوا كده ماشي يا أستاذ علي براحة فيه إي إننا خلص بس الحرف ده سين ضمة سو سين ضمة سو عايزين نمدها يبقى تضمة بتحب إيه المادة بالواق سو معانا محمد من المنوفية سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام زكا حبيب سنة كامل حبيبي سنة عملي بسم الله ما شاء الله إنت من ايه من المنوفية من شبين السوق من ايه من شبين بقى من شبين فادي من اين من اتنى فادي أحسن ناس حبيبي أحسن ناس المنوفية أحسن ناس المنوفية لسايبي يلا أمر حبيبي محمد قول عايز ايه بقى عايزت تقولي حاجة من عندك ولا عايزك نقطع لك كلمة ولا عايز نعمل لك ايه بقى عايز تشترك في حاجة معينة ولا أنا أشريكي هنا بمزاجي يا محمد طيب بصلي يا محمد كده بقولي حركات العصبورة كده ماشي الحركات القصرة دي والطاولة دي قولها كده يلا حبيبي الله ينور عليك من اللي بتكلم جنبك من اللي بغشيش لك طيب والحركة القصرة دي سين طيب أنا عايزك بقى تنطأني الكلمة اللي فيها سين فتحة دي واحدة واحدة استهجها لي كده وانطأها لي يلا سا أيوة جا الله بربو عليك يا حبيب والديك سا سا جا دا أنا عادة تقول معي يا بص عادة تقول معي يا بقى سين فتحة سا جين فتحة جا يبقى سا جا دا الفتحة دا يبقى سا جا دا تمام كده انطال الكلمة دي كده حبيبي يلا خلاص ماشي الكلمة التانية بقى دي كده سين كسرة مين جنبك يا محمد سين كسرة سي أيوة رأساكنة بتتنطق لوعدها بربو عليك سر بقى ضمك بربو عليك يا حبيب والديك أيوة كده الناس المتفاعلة الجميلة بتوع متشاكين جدنا هبيبي تمام شكرا خلاص ها عرفنا الحركات القصيرة والطويلة سين فتحة سا سين كسرة سي سين ضم سو عايزين نمد الحركة القصيرة الفتحة لمدها بالألف سا عايزين نمد الحركة القصيرة السي سي سين ضم عايزين نمدها بالو سو عايزين مثال يا محمد عبد السلام خليك معايا وركز الله يديك يا محمد عبد السلام ركز معايا كده ماشي وسيبك من اللعب ده والموبايل يلا حبيبي ماشي يلا السين بعدها مد بالألف عايزين كلمة كده فيها سين مد بالألف يلا برافو عليك يا حبيب والدك ايوة كده عشان مركز برافو عليك سين بعدها مد بالألف يلا معايا ايوة كده ها حا كسرة حي رأضم رو ادي السين بعدها مد بالألف ايه بصوا حبيبي اي حروف المد تلاتة عارفناهم حروف المد ايه تلاتة الف واو ويا تمام كده دا تا 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 حروف المد تلاتة ما ينفعش مد بالخاء ما ينفعش مد بالزاي ما ينفعش مد إلا بالحروف التلاتة دول معانا الأستاذ عامر معانا عامر أبو المطمير بحيرة سلام عليكم ايه عامر اشترك يا عامر بسم الله بقولك ايه تعرف الحركات القصيرة الفتحة والكسرة والضمة اه طب يلا كده قولي كده سين فتحة سين فتحة سين فتحة سين كسرة سين سين ضمة سو طب السين عايزيني مدها بالالف نقولي ايه سا لا في حد جنبك انا عايزة اتركز معايا سين بعدها مد بالالف سا تمام سين بعدها مد بالياء سا 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 طب السين بعدها مد بالوا سا سا برافو عليك ماشي مشاكرين جدا نكمل بقى احنا يلا بص يا حبيبي اي ماد يا حبيبي ما بتشكلش الماد ما بتشكلش اهو والماد بالالف لابد الحرف اللي قدامه كده يكون عليه فتحة ما ينفعش يكون على سكون ولا تحته كسرة ولا فوق ضمة اهو تمام كده طيب الماد بالياء بقى يا حبيبي يلا مثال كده يا محمد عايزة يلا بالماد بالياء كده يلا هم ليه لا لا سيمة مفاش ماد خالص اه والله يلا هم يلا لا لا سير بمفاش ماد ناك ايه يلا يلا هم بص بص حبيبي نوم فتحة يلا اقول نوم فتحة نا نوم فتحة نا سيم بعدها ماد بالياء نا نسي ممضم مو يبقى ناسي مو نسيم حسيب خسيس ماشي نوم فتحة نا سيم بعدها ماد بالياء سي نا سي ممضم مو يبقى الماد بالياء ما بتشكلش ولا الماد بالالف بتشكل ولا الماد بالياء بتشكل الحرف اللي قدام ماد بالياء يا حضرات يلا ركزوا معايا لابدو كن تحته كسرة تمام كده لو مش تحته كسرة شكرا مش ماد يلا يا حبيبي طيب في واحد بيقول لي يا أستاذ انت نسيت حاجة هقول له ايه انت عميل لي ماد بالياء هنا وانت عميل لي ماد بالياء شكل تاني هنا صح كده الماد بالياء دي في وسط الكلمة يا حضرات الماد بالياء ده في وسط الكلمة طيب لو ماد بالياء في آخر الكلمة حيبقى شكله كده ياه زي ده بالضبط كده تمام كده خلاص ماشي او مثلا اجيب كلمة كده فهو ماد بالياء آخر الكلمة يلا يلا اقول معايا كده ماد بالياء في آخر الكلمة يلا لا في آخر الكلمة يكون الماد بالياء فاخر الكلمة يلا بص حبيبي بص كده بص رأ فتحة رأ ألف همزة ساكنة رأ رأ شوف بقى الحتة دي بقى شوفوا الحتة دي شوفوا الحتة اللي جاية دي لا 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 بص أهو شوف بص مادي بليقى فاخر الكلمة أهو أهو يبقى بالوقت عشان في ناس بتتوه وهيعمل لي المادي بليقى زي دي كده بص هو يسيبها كده لا يا حضرات مادي بليقى لي شكلين في وسط الكلمة زي ده وفي آخر الكلمة زي ده رأ فتحة رأ ألف همزة ساكنة رأ رأ سين كسرة سي بعدها مادي بليقى رأ سي رأ سي وجعتني منك يا محمد عزة ماشي تمام يلا سين ضم سو بعدها مادي بليقى سو عايزين كلمة كده يا حبيبي يا حيولي يا مقطاطين فيها السين بعدها مادي بليقى يلا احنا قلنا ايه بص يا محمد عزة سلام الكلمة اللي فيها حرف مشدد مش هنديها للطالب دلوقتي علشان لما تعلم الشدة الاول خلاص ما تنساش بص بص كلمة ممتازة جدا ايه رأ فتحة رأ شوفوا يا كلمة دي اللي جاية دي يا الله قادي السينة ايه يا رأيك رأ فتحة رأ سين ضم سو بعدها مادي بليقى رأ سو لم ضم يا الله رأ سو لو رأ فتحة رأ سين ضم سو رأ سو السن دي مادنها بالواو يبقى سو رأ سو لم ضم لو رأ سو لو برافو عليك يا حبيب ويديك كده عرفنا الحركات في حاجة؟ عرفنا الحركات القصيرة سين فتحة سا سين كسر سين ضم سو سين بعدها مادي بليقى سا سين بعدها مادي بليقى سي سين بعدها مادي بليقى سو وتعرفنا ايه؟ وتعرفنا على كلمات وتعرفنا على الكلمات معانا الأستاذ آدم من منوفية السلام عليكم قالكم السلام أهلاً أحمد الله وبركاته من أين يا أدم من منوفية؟ من كفر سنجرب من؟ من كفر سنجرب من منوف من مركز منوف منوف أحسن الناس منوف على فكرة أنا سايبي من منوف أه الله من أين من منوف؟ من كفر سنجرب أحسن الناس يا حبيبي أحسن الناس جنب الحموك برابو عليك طيب، دفصلة كامل حبيبي؟ ساعة تانية تانية ابتدائي أراك في موضوع البحث ده عجبك أو مش عجبك؟ أنا الساعة مش بيخد بحث عارف، ما أنت هتروح تالتة ماشي؟ مش عجبك في موضوع البحث أو عجبك؟ أمتحان أحسن كده صح كده أنا أحب الحاجات دي لامتحنات، صح؟ أه طيب، أنا دلوقتي سنة ثانية هكتب لك كلمة متقطعها لي، تمام كده؟ ها تمام؟ أه ناشي أخذ بقى الكلمة دي هم؟ أقرأ الكلمة دي كده، استهجها لي ورهها لي يال ماشي أتجهت ماشي لا 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 شوف بقى، الحتة بقى، وليه الأمر ياخد باله من الحتة دي بقى؟ السكون واقع عنده آه أيوة كده، ماشي؟ ادني بابا كده بقى عشان أكلمه حاضر السلام عليكم عليكم السلام ازاك يا أستاذي؟ الحمد لله، السكون عند ابن حضرتك واقع تمام كده؟ خليه يركز معاك كده هنا جيم كسرة جي سين ساكنة، لابد أنطعها واسمع ونوائف عليها كده أسمع صوت حرف السين جيس جيس وخليه يكررها بهذه الطريقة جيس يلا أقول كده حبيبي جيم كسرة جيس أيوة جيم كسرة جيس سين ساكنة، ينفع أنطع الحرف الساكن الوحده؟ جيس ساكنة بقولك، قل معاك، خليك معايا ينفع أنطع الحرف الساكن الوحده؟ لا الله ينور عليك يا حبيبي والديك أيوة كده، يبقى السين الساكنة حننطعها مع الجيم جيس، يلا جيس أقف على السين كده، أقف على السين ما تتحركش جيس أيوة، رأضم رو يبقى جيس رو أعزونا أطعها دي بقى؟ لمخاطر صوتية كده يا حبيبي يلا ماشي، الجيم الله ينور عليك يا حبيبي الجيم مع السين بقى الجيم مع بعض مرأة لوحدها ماشي، الجيم مع السين ليه لوحدها؟ عشان السين سكون عشان السين سكون مع الجيم المتحرك الله ينور عليك برابو عليك يا حبيبي، أيوة كده جيس، كم أقطع هنا؟ ثانية الله ينور عليك متشاكرين جدا يا حبيبي، شكراً يا ريت أولي الأمر يركز معه على السكون الحرف الساكن لابد يتنطعم عليه قدامه ويدله حركات كتير ويدله تقطيع تمام كده؟ يا الله نكمل طب ممكن يا أستاذ باشواندس علي نكمل بس الحرف بس وبا كان فخر الحصة قصد فخر الحلقة ناخد الايه؟ ناخد المكالمات ماشي حبيبي؟ ناشا باشا يلا احنا خدنا الحركات القصيرة والحركات الايه؟ الطويلة فضلها هي السين الساكنة السين الايه؟ ها؟ السين الساكنة ها هو؟ ينفع أنطع السين الساكنة لوحدها؟ ها؟ شطور برابو عليك يا حبيبي والديك الحرف الساكن ما ينفعش أنطعه لوحده تمام كده؟ يبقى نعمل ايه يا أستاذ عشان نعرف ننطع الحرف الساكن؟ أولع فيه؟ صح كده؟ يبقى الحرف الساكن لابد انطعه مع حرفه قدامه وكون متحرك يكون معتمد على نفسه قوي وكمان يساعد الاخرين ايه بقى؟ يلا كده؟ هم؟ لو آلف همزة فتحة؟ آه؟ هه؟ أس؟ ايوه؟ ونركز ما ينفعش أب ما ينفعش أت؟ ما ينفعش أج؟ ما ينفعش أخ؟ ما ينفعش أص؟ دي حرف السين أنا واقف على السين أسمع صوت حرف السين وتحتي ودلوقتي أنا واقف عليه دلوقتي بيفالفص بيموت حلو كده؟ يبقى أس أسمع صوت حرف السين فيوداني وأنا واقف عليه أس أس هم؟ هم؟ لا لا دي هنا أس هنا ألف همزة كسرة هنا كسرة أس الله ينعر عليك أس تمام كده؟ طيب ألف همزة ضمة هم؟ أس 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 تمام كده؟ طيب لو هنا يا أستاذي؟ لواو هم؟ لواو وسين سا كده بعدها نقول إيه يا كرماني يلا بقى هم؟ يلا أقول واس وفتحة واء وفتحة واء سين سا كده؟ واس طيب لوي هم؟ الله ينعر عليك وس لو وس تمام كده؟ وكذلك فين؟ في جميع الحروف يا حضرات طيب أخذ مثال بقى مثال على الحرف الساكن كده عشان يا الله يا الله يا أستاذ محمد عبد السلام يا الله قول يا الله قول هم؟ ألف همزة فتحة أ سين ساكنة هم؟ أس هم؟ أس أسلا يلا أسلم تمام كده؟ وأسما كذلك وإسماعيل أس لا ما ألف همزة فتحة أ سين ساكنة يا أستاذ نمطع الكلمة الأول يا كرماني ما تسعجلش ألف همزة فتحة أ لا سين ساكنة أس لم فتحة لا يبقى أس لا من فتحة ما يبقى أس لا ما تمام كده؟ تمام طيب طيب نشوف كلمة ثانية أرى الكلمة دي كده؟ هم؟ 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 يلا لا، أنا مش عادة تخطب الشبه هم؟ شيئا وسوسة أهي وسوسة في الشيطان يلا وفتحة و أهي سين ساكنة وس في واحد يقول لي يا أستاذ ما نشعرف أنطق وسه دي يقول واقوي جراح على الكلمة على طول بعدها بص يا حبايبي في واحد مش هيعرف أنطقها حلو كده أقول له إزاي ليه مش عارف أنطقها بص يا حبايبي حيون لحظة واحدة في واحد يقول لك إيه وساوس واحد يقول لي وسيسة يعني مش عارف أنطق الطفل قل له هات الحركات من أول حرف الألف أس إس أس بس 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 كده يعني حس 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 كده وانت ماشي لحد ما توصل للايه الواو على فكرة الطريقة دي ممتازة جدا قل مش هو مش عارف أنطقها أس إس أس واس واس أي عند الواو واس أهي موجودة بس ينطق من الأول خالص في دماغه كده وعود أنه ينطق في دماغه يبقى وو فتحة و سين ساكنة واس وفتحة و واس و سين فتحة سا واس و سا تأضم تو واس و سا تو تمام كده كده تمام يا حضرات تمام كده خلصنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة والسكون والسكون بقى بقى إيه حبيبي يا حلوين مثال أو تدريب على المد والممدود والتقطيع ماشي نخلص الأول الحرف الأول تمام كده يلا حبيبي يا حلوين كده سريعا سريعا كده عشان الحلقة مقربة تخلص يلا حرف سين يا حضرات لو حرف السين فاخر الكلمة بينزم على السطر عشان تركزوا بحيطة دي حرف السين ما بينزلش إلا فاخر الكلمة بس يلا كده حبيبي يا حلوين هذه الكلمة يلا تدريبه الكلمة يلا حبيبي يا حلوين يلا كده حبيبي يا حلوين الكلمة هو والمد المد بآلف أو 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 يا الحرف الممدود يلا كده حبيبي أول كلمة هنقولها إيه يلا قرأ للكلمة دي حبيبي يا حلوين كده لا أنا عايزة تستهجال يا حبيبي سين فتحة سا بعد آمد بالألف سا لم كسره لي من ضمه مو يبقى سا لي مو أيوة سالم دي يا تنمور يا محمد يا عبد السلام سالم دي فيها مد بالإيه يا فاند بالإيه برافو عليك حددنا هو ماشي هذه المد بالألف هو تمام كده طيب الألف دي حبيبي الألف المد دي مدت اللم مدت الميم برافو عليك مدت السين عسل أيوة كده مدت السين برافو عليك يا حبيبي والديك هجيب لك جايزة إن شاء الله عبد السلام لا مخرج ماشي بص حبيبي حلوين في كلمة تانية هي يلا يلا حبيبي حلوين أيوة كده أقول لكم إن شاء الله هجيب لكم جايزة إن شاء الله يلا حبيبي حلوين كده يلا حدي نطال كلمة دي ها حا فتحة لا 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 في خطأ أخطأه محمد عبد السلام الحا لا هو حرف مراقق حا حا بابتسم وانا بقوله حا حا فتحة حا سين بعدها ما دي بليه سي يبقى حا سي بأضم بو حا سي بو فيها مادة بليد يا حبيبي برافو عليك مادة بليد يا حبيبي الياد يا حبيبي بقى فكر مادة الحاء ولا مادة الباء ما هو مادة الايه برافو عليك عشان السين الحرف اللي قدامها على طول السين ومكسورة كمان يباهي يا حبيبي حلوين يلا تمام كده سين كاسره تمام طيب عامل التقطيع والله دلوقت ما تيلقش مناش طيب يلا كده حد ينطأ للكلمة دي كده يلا را فتحة را سين ضم سو السين بعدها مادة بليه را سو لم ضم لو يبقى را سو لو تمام كده فيها مادة بليه عادية الله ينور عليك وهنا طاقها كويس تمر الوا وما قالش واو وعاسل برافو عليك يا حبيب والديك تب الواو دي يا حبيبي مادة اللام ولا الراء مادة ايه ده مين اللي بيجود ده تب ماشي ماشي الدهولي كده احمد من المنفية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فين الطفل ما عليش ما عليش انت ويفت معنا شوي بص انطأ للكلمة دي كده وقول لي فهي مادة بليه فيها مادة بليه الله ينور تب انطأها للكلمة كده برافو عليك يا بو حميد ايوة كده راء فتحة راء سين ضم سوء برا سوء فيها مادة بالواو هي رسو لو فيها مادة بالواو برافو عليك تب الواو دي مادة من يا حبيبي احمد الواو دي مادة اللام تضمه ولا مادة الراء مادة السين السين برافو عليك ليه يا احمد بقى عشان حرف السين قدامها على طول وعليه ضمه برافو عليك يا حمادة شكرا يا حمادة كده حبيبي حلوين اتعرفنا على تدريب على المادة هوة والممدود فاضل 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 التقطيع ونختم ماشي فاضل التقطيع لا محمد عبدالله لابد يقطع نشوف هو فيهم حاجة من الايام اللي فاتت ولا لا طب انا عارف انت ملتزل جدا يا حمادة والله دي خلولي على هو احسن ماشي حبيبي انا والله بجد يا جماعة حقيقة بجد يعني اه ابقى مبسوط جدا لما يكون فيه تامر موجود محمد عبدالسلام موجود عمري موجود محمد عزة موجود اه طبعا مدير التصوير عندنا اشتاز منصور محمد منصور ماشي اه وطبعا كارماني زملكاوي امر الله ماشي بص حبايبي يا حبيبي عاوز بس نركز عشان نخلا نقطع الكلمة دي يا الله هنقول حلل يا الله اكتب يا الله حلل الى مقاطع صوتية يا الله حبيبي اكتب وراء يا الله عايزين اكتب الكلمة دي كده يا الله حبيبي حد يقره هالي ويقطع هالي يا الله كده يا الله يا الله محمد عبدالسلام بص حبيبي نون نون كسرة نون كسرة واحدة واحدة بقى نون كسرة ني نون كسرة ني سين ساكنة اعرف انطقل وحدها يبقى نس مين فتحة ما يبقى نس ما تأضم يبقى نس ما تو برافو عليك يا محمد عبدالسلام برافو اطعها لكده حبيبي بقى بصها بصها محمد عبدالسلام عشان فهمك حاجة عشان تقطع الكلمة زي ما بتنطعها بالزبط يا الله كده انت قلت ايه برافو عليك شوف يا جماعة شوف النظام اهو برافو عليك ايوة كده يا الله حبيبي نس هو نطقها هو قال لي ايه بالرمي ما يعرفشه تقطيع قال لي بالطبيعة كده انا بنطقها نس يبقى ده مقطع واحد اهو حرف الساكن مع اللي قدامه نس المين بقى بعدتاء ولا معهم الله ينور عليك لوحدها اهو قال لي ده حرف قوي اعتمد على نفسه وما فيش بعده لساكن ولا بعده مد برافو عليك تأضم يبقى نس ادي مقطع ما مقطع تو مقطع نس ما تو كم مقطع دول يا محمد على السلام برافو عليك سأقفون يا ولاد ايوة كده ايوة كده والله والله بجد ابقى مبسوط جدا والله حقيقة بجد في الحصة طيب كلمة كمان ولا كفاء كده تمام ماشي ماشي حبيبي خلاص كده اخر حاجة هندي بس فقط لإيه الشبكة بس عشان الناس ايه اذكرها بالحركات لو رمينا الشبكة على حرف السين يا حضرات حيديني ما خلاص اهو هي دي وخلاص ماشي يلا رمينا الشبكة على حرف السين حيديني ايه يا فريق حيديني ايه يلا حيديني سمك سين فتحة س يلا سين كسرة س سين ضمة س وحيديني المد بالالف سين بعدها مد بالالف س السين بعدها مد بالياء س سين بعدها مد بالواو س ماشي حبيبها حلوين يلا السكون بقى اس 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 برافو عليك يا حبيب والديك وشكرا وتعبتكم معاي بجد حقيقة يعني الناس تعمت معاي النهاردة والله مبسوط جدا يا جماعة ان الحلقة ما تهدى بقى هاختم والله ماشي اشكر جميع زملائي بدون استثناء واشكر حضرتكم لحسن متابعتكم وإلا أنا ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في راعة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته